قشى محافظ محافظة أبيان الواء الرقن أبو بكر حسين سالم مع مدراء الإدارات بصندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة سير أداء العمل وتحصيل موارد الأسواق بسندات رسمية وبدل كل الجهود الدؤوبة لارتقاء بأعمال النظافة في مركز المحافظة والمديريات والحفاظ على الصحة العامة في المدن تجنبا للأمراض ولفت المحافظ بأنه سيتم إحالة أي فساد إلى نيابة الأموال العامة بعد رفع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي سيحدد من خلاله كيفية تحصيل الموارد المالي وإدارتها بشكل صحيح وقانوني وأكد المحافظ أن قيادة المحافظة ستقدم كل الرعاية والاهتمام وبما يحقق الأهداف المرجوة من عمل ونشاط صندوق النظافة في المحافظة وطالبنا الجميع لرفع الهمم والعمل بكل همة ونشاط في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة